بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم على sample size حجم العينة اللي هو ال-n الفورمولة بتاعت ال-n بتقولي z square p 1-p over e square الزد دي اللي هي مقابلة لمعامل الثقة والconfidence level ومقابلة للlevel of significant أو مستوى المعنوي بمعنى ان مستوى المعنوية اللي هي ال-alpha لو 5% يبقى confidence level حيبقى 95% هتبقى الزد هنا 1.96 خلينا نسبت على دي ودي هتبقى given أصلا ال-p اللي هي النسبة اللي أنا حدها لك وخد بالك لو ما قلتهاش تبقى 50% يعني 0.50 يعني 0.5 ال-e اللي هو ال-error نتيجة ان انا استخدمت السامبل بدل ما استخدم ال-population مع السامبل دي جزء من ال-population انا عاوز احدد حجمها بقى اخد قد اي ال-e اللي هي ال-error ال-error دوت بيجي مع كلمة within خد بالك بعد ما تخلص التطبيق الفورملا دي حيطلع عندك ال-n ما يطلعش decimal أبدا لازم نعمل approximate لو طلع 4.9 تطلع تقرب إلى 5 و4.1 برضو حتقرب إلى 5 لان هنا التقريب او approximation لأعلى دائما شوف بقولك فيه الرئيس بيعاوز يقدر الناس الذين يؤيدون السياسة الحالية فراح عامل كلام ده within 0.04 شايفين كلمة within اهي في السطر التالت على طول تبقى دي ال-error 0.04 وبعدين عندي confidence 11.95% هي دي اللي حتقابلها زد 1.96 انت مش هتحفظ حاجة انا حبقى مدهالك وبعدين النسبة بقى اللي هي proportion بقى 0.60 اللي هي ال-p خلاص how large is a sample is required عاوز ال-n سهل لقوا تطبيق مباشر للقانون زد سكوير b of 1-b over e square الزد عندنا 1.96 هنعمل لها سكوير ال-b 0.60 1-b يعني 1-0.60 over e square 0.04 سكوير هتطلع 5.76 0.24 لازم نقربها يبقى حتى تقولي 2 دي هتطلع اه هتطلع واحد لان احنا بنقول التقريب الاعلى دائما تبقى 5.77 نشوف واحدة كمان انا عاوز ان احنا نعمل estimate proportion of smoking عاوز اشوف نسبة التدخين بين الطلبة how large must be the sample to get the required يعني عاوز ال-n estimate within 3% اه كلمة within قالتلي ان دي ال-error 3% ليا 0.03 والconfidence 11.95% احنا قلنا حنسبتها ويبقى زد 1.96 احنا حفظينها ما تحفظي حاجة انا حدهالك بس هنا بقى المشكلة او الفرق بالمسألة دي واللي فاتت ان ما فيش ال-P ما فيش النسبة يبقى احنا قلنا لو مش موجودة نفترضها 50% يعني 0.5 n equal z square b1 minus b over e square يعني 1.96 squared ال-b اللي احنا مفترضينها 0.5 1 minus b اللي 1 minus 0.5 divided e اللي ال-error square يعني 0.03 squared هتطلع 1067.1 احنا قلنا اي دسمع اللي طلعنا فوق واحد صحية تبقى 1068 تبقى المسألة خلصت شكرا